السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم ام جواد اليوم ان شاء الله راح نعملوا طريقة ترقيد ترقاد الزيتون راح نرقدوه يعني اه كان سبق لي ونزلت لكم الفيديو اللي قبل اللي هو طريقة كيفاش نتخلصوا من المرارة انتع الزيتون ضروري نتخلصوا من المرارة انتع الزيتون لأي طريقة كنا بغن نعملوا يعني راح نرقدو فيها الزيتون لازم نتخلصوا من المرارة اللي كتكون هنا في الزيتون انا ندرت لكم طريقة طبيعية كيفاش نتخلصوا من المرارة راح نخللكم الفيديو في صندوق الوصف كيما قلنا انا في الفيديو السابق انا راحنا الماء نبدأو نغيرو فيه يوميا مدة 12 اليوم نهار 13 اليوم راح نيعني نبدأو ان شاء الله في الوصفة يعني طريقة كيفاش نرقدوه راح نحتاجو جوج حبات من الليمون يكونوا كبارا عصروهم حتى الثلاثة لكان الليمون متوسط راح نحتاجو جوج حبات الليمون قطعوها شرائح راح نحتاج كذلك خمس معالق من الملح خمس معالق مملوقة وملعقة من الزعتر ورح نحتاجو الماء راح نخلوه يغلي جي يغلي ومبعد راح نخلوه يبرد تماما يعني راح نحتاجو الماء يكون معقم راح نبدأو الان بسم الله اولا صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام راح نبدأو بسم الله راح ندعو نوضعو في الملح اولا انا هاد القارورة اللي راح فيها الزيتون ترفد يعني خمس لترات راح ننضيفه خمس معالق كبار من الملح انا هنا راح نستعمل ملعقة صغيرة لان الفم منتع القارورة عندي صغير يعني هاده خمس معالق فقط من الملح لان الليمون كذلك يحسوي على الاملح فخمس معالق راح تكون كافية راح نحرك قليلا القارورة باش ينزل الملح ولو ان الملح كنضيفه لها الماء راح ينزل بكل سهولة يعني راح يدوب الملح راح الان نزيد ونضيفه كذلك الزعتر ملعقة كبيرة من الزعتر هنا يعني اللي بغي يزيد يضف الحرور يعني كين اي حاجة يعني يحبها يضفها يزيد ينزل بها الزيتون يعني يقدر يزيد يضف يقدر يزيد يضف اي اي مون السمت اخر انا كتفيت بالليمون وزعتر فقط وراح الان نزيد شرائح الليمون وبعد ما نزيد الليمون راح كذلك يعني ضروري في كل ماء معقم وراح يعني كنغلقوا على هذا المواد مع الزيتون راح يبقى مدة من 20 يوم حتى الخمسة وعشرين يوم بدون من فتحوا القارورة يعني راح برك كل يوم او يومين نحركوا القارورة جيدا باش يتمزج عدنا المكونات راح نضيفوا الان الماء المحسة تتملع عدنا القارورة وراح نغلقوا القارورة ونحركوها جيدا يعني نخلطوها يعني نحركوا رجوف القارورة جيدا بهذا الطريقة ونقلبوا القارورة كذلك كنا نقلبوا القارورة راح يدك الزعتار والملح يعني راح يزيدوا يهودوا لنا في قاع القارورة ويعني هي يوميا لازم نحركوا او كل يومين يعني نحركوا حتى المدة عشرين يوم يعني من عشرين يوم وخمسة وعشرين يوم راح الزيتون يكون عندك جاهز وهذا هو الفيديو النهار اليوم ننتمنى ان شاء الله هنا لاعجابكم اذا كان فادكم فيديو ما تنسوش عمل لايك للفيديو وكذلك تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دومتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة اشتركوا في القناة